السلام عليكم من مبطلات الصلاة الضحك الضحك الذي فيه قهقها هذا تبطل به الصلاة بإجماع العلماء لكن لو تبسم أثناء صلاته فهذا مكروه لكن لا تبطل الصلاة بذلك ولو تكلم في الصلاة أيضا متعمدا بطلت صلاته بهذا لكن لو تكلم ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته كإنسان نسي وهو يصلي وقال مثلا افعل كذا يا فران أو دخل إنسان وسأله هل جاء فران قال لا وهو يصلي ناسيا أنه يصلي فالناس والجاهل يعفعا أما إذا تكلم متعمدا فإنه تبطل صلاته بهذا